الكاتب البريطاني سومر سيت موم وقد وصفته لك بما يكفي هو روائي وقاص مات عامة خمسة وستين وقد تجاوز تسعين من العمر وهذه بعض أقواله أكثر حب دواما يكون في العادة من طرف واحد المال حاسة سادسة بدونها لا تعمل جيدا الحواس الخمس الأخرى نحن اليوم لسنا إيانا في السنة الماضية وكذا من نحب وإنها لمصادفة سعيدة أن نتغير كلانا ويبقى الحب بيننا الشعر تاج الأدب الأمة التي تقدر المال والراحة أكثر من الحرية ستفقد حريتها وبالمناسبة ستفقد المال والراحة أيضا لكتابة الرواية ثلاث قواعد فقط وللآن لم يكتشفها أحد للأسف لم أتعلم قول لا أدري إلا بعد أن تقدمت بي السن الكتابة أعظم تسلية الشباب يطلبون منك أن تنقذهم ما يريدونه إنما هو المديح للأسف فإن ترك العادات الحسنة أسهل بكثير من ترك العادات السيئة لا تسعى في استعادة صداقات قديمة هذا مؤلم للطرفين الأمر كان سهلا على الروائيين القدامى الأخيار أخيار دائما والأشرار أشرار دائما منذ زمن بعيد قررت أن لا أعمل شيئا بنفسي يمكنني أن أدفع للآخرين ليعملوه لي أفضل قراءة جدول مواعيد القطار على أن أبقى بلا كتاب عموما معظم الروايات أسوأ من هذا الجدول كل النساء في هوليوود حبات خوخ المرء يشتاق أحيانا إلى تفاحة لا جدوى من معرفة سر الحياة إلا إذا اكتشفته بنفسك القراءة ملجأ نلجأ إليه من بؤس الحياة ما يثقل كاهل الشيخ ليس المرض ولا الخرف بل حمولة الذكريات المستبد الحقيقي يخدع كل الناس كل الوقت شرطة أن يخدع نفسه أولاً إذا أحبتك أمرأة فلا يرضيها أقل من أن تمتصروا حك القلق الدائم على الرزق ذل دائم المسنون بارعون في إقناع الشباب بحكمتهم وما إن يصل الشاب إلى اقتناع بأن هذا هراء حتى يكون قد أسن وحتى يصبح من مصلحتي أن يستمر في هذا الزعم سومر سيطمون موسيقى موسيقى موسيقى